وقعت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر اتفاقية مع وزارة الصحة لوضع برثقول خاص بالانتخابات المحلية والبلدية المبكرة المقررة في السابع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل وتهدف الاتفاقية لحماية الموعد الانتخابي الهام من خطر الموجة الرابعة لجائحة كورونا التي يحذر منها الخبراء وتعد الانتخابات المحلية هي المرحلة ما قبل الأخيرة في عملية تجديد المجالس المنتخبة في الجزائر بعد انتخاب البرلمان الجديد في 12 يونيو الماضي والبلدية لن يشكل خطرا على المنتخبين هذا ما أشارت إليه الاتفاقية الموقعة بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ووزارة الصحة إجراءات جديدة كافلة تضمن الوقاية الكافية بالناخبين من وباء الكوفيد يعني الولايات وحدها كأنه انتخابات شريعية جديدة يعني من حيث ما تطلبه من تنظيم والتعطير وغير ذلك من الأمور والانتخابات البلدية رأي تساوي يعني يقول 135 ألف مترشح رأي تساوي خمس أضعاف للانتخابات الشريعية وتضع وزارة الصحة بقيادة الوزير عبد الرحمن بن بوزيد وبتعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أهمية بالغة لسلامة المواطن التي تعد أساس نجاح الانتخابات المحلية المقررة في السابع والعشرين نوفمبر المقبل محطة وفرصة للانتخابات وفرصة كذلك لنحمل المواطنات والمواطنين وكل عمال مهتمين بهذه الفرصة لإعطائهم كل التوصيات اللازمة للحماية لحماية صحتهم على هذا الوباء اللي حتى وحاليا نرانا في تحسن لكن جاهلين ما سيجري في الأسابيع أو في الأشهر القادمة لما نرى ما يجري في أوروبا وفي بعض الدول وتعد الانتخابات المحلية المبكرة لتجديد المجالس عبر 58 ولاية وفي 1541 بلدية المحطة ما قبل الأخيرة في عملية البناء المؤسساتي بعد انتخاب برلمان جديد في 12 يونيو الماضي انخفاض أعداد الإصابات بكورونا لا يعني بأن الفيروس انتهى في الجزائر فالخبراء يحذرون من موجة رابعة قد تتزامن ذروتها مع فترة الانتخابات ولذلك فإن الحيطة والحذرة والالتزام بالإجراءات الوقائية ضرورة تقتضيها الظروف للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين في الانتخابات المحلية القادمة كريم قندولي قناة الغد الجزائر وينضم أولينا من الجزائر الدكتور رضوان بوهيدل أستاذ العلوم السياسية وخبير النظم الانتخابية أهلا بك معنا في حصة مغاربية دكتور بوهيدل يبدو أن التحضيرات تجري على قدم وساقب بشأن إجراء الانتخابات البلدية والولائية في الجزائر الحكومة وقعت بروتوكول صحي بخصوص حماية الناخبين أو المشاركين في الانتخابات من كورونا لكن تعني أناقشك سياسيا هنا بخصوص هذه الانتخابات الأحزاب في الجزائر تشتكي وتجد صعوبة في تقديم قوائم المترشحين هل الأحزاب محقة في ذلك في هذه الشكوى؟ لا بالفعل هناك صعوبات بالموازات مع قانون الانتخابات الجديد وفقر الصحة السياسية أيضا لأن الأحزاب الموجودة حاليا في السابق كانت تعتمد على علاقتها المباشرة مع النظام الحاكم وما يعرف أيضا بالنظام المحاصصة وما يعرف بالجزائر بالنظام الكوطة وهو اتفاق على حصة معينة في كل انتخابات هذه المرة ومن خلال هذا القانون وضع هذه الأحزاب في حراج كبير حتى لا نقول في ورطة كبيرة لأن معظم الأحزاب لم تتمكن من الدخول تماما إلى هذه الانتخابات منهم من التحجج بمقاطعة الانتخابات منهم من غاب تماما عن المشهد السياسي مؤخرا ومنهم من يحاول على الأقل الدخول في عدد من الولايات لأنه 58 ولاية 1541 بلدية العدد كبير حتى كبرى الأحزاب وفيها الأفالان والأرندي ولم تتمكن هذه المرة من تغطية كل البلديات هناك بلديات خالية تماما من القوائم وربما هذا لأول مرة يخصف الجزائر حقا إلى انتخابات جزئية نعم كنت أقول وربما هذا لأول مرة أن هناك بلديات أو مناطق لم يتم تغطيتها حزبيا بمترشحين لا هي يمكن أن نقول هي سابقة بالفعل هي سابقة لكن الحل القانوني موجود دائما لأن القانون لم يسمح لمن حاولوا الترشح والسلطة المستقلة رفضت ملفاتهم لأسباب متعددة لكن يمكن دهاب بعد هذه الانتخابات في تاريخ آخر يكون متقارب إلى ما يعرف بالانتخابات الجزئية تخص عدد من البلديات لكن المشكلة أن عدد هذه البلديات يبدو هذه المرة كبيرا جدا لأن هناك بعض البلديات فيها قائمة واحدة وكأن الأمر محسوم مسبقا هناك حتى بعض الولايات التي لما تتمكن فيها الأحزاب التي تعودت على الاستحواد على معظم المقاعد من دخول المجالس الولائية وهو أمر أيضا سابق في تاريخ الانتخابات المحلية مع العلم سيدي أن الانتخابات المحلية في الجزائر لديها خصوصية مقارنة لو قارناها بالانتخابات الشريعية والرئاسية واستفتاء الدستور هناك سيكون إقبال لأن الأمر يخص المواطن يخص الطبيع المجتمع لكن المشتعلم لا ديمقراطية واختياره لممثل من دون أحزاب لماذا كل هذا التضييق على الأحزاب الجزائرية نحن رأيناها كيف دعمت برنامج الرئيس والحكومة التي شكلت وبرنامج الحكومي يعني في النهاية هذا هو الواقع الحزبي الجزائري يعني لن تأتي الجزائر بأحزاب جديدة ولا شك أن لكل حزب سوف يكون له ماضي مع النظام السابق لا هو ليس تضييق هو القانون الجديد الذي وضع هذه الأحزاب في ورطة ربما أيضا السلطة كانت صارمة في التعامل مع الأحزاب وتطبيق هذا القانون كان يمكن التخفيف في القانون حتى يمكن على الأقل وصول إلى هذه الانتخابات بقوائم وبأريحية أكثر لكن السلطة المستقلة اليوم وهي التي تشرف على أولى انتخابات محلية منذ تأسيس هذه السلطة المستقلة بعد أن شرفت على الرئاسيات واستفتاء الدستور وأخيرا الشريعيات اليوم هي أول تجربة لها في الانتخابات المحلية لكن نعتقد أن القانون المشكل في القانون وتم انتقاده من طرف عدد من الأحزاب لكن اليوم لا مفر لأنه لم يبقى من الوقت الكثير شكرا لك من الجزائر الدكتور أدوان بوهيد الأستاذ العلوم السياسية وخبير النظم الانتخابية شكرا لك ترجمة نانسي قنقر